تسأل عن شهر رمضان و شعبان تقول هل هما من الأشهر الحرم و ما معنى الشهر الحرام سارة بارك الله فيك يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات و منها أربعة حرم جاء بيانها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله قال جل وعلا و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس فجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الأشهر الحرم و أخبر بأن ثلاثة منها متوالية ذو القعدة و ذو الحجة و محرم ثم ذكر رجب هذا الشهر المنفصل و هو السابع في الأشهر القامرية العربية قال الشهر رجب مضر رجب مضر و هذه الأشهر هي سميت حرم لأن الله تعالى حرم فيها القتال و حرم فيها أن يظلم الإنسان نفسه معلوم بأن الأصل أن الإنسان لا يظلم لكن في الأشهر الحرم يتأكد هذا الأمر و معلوم الأصل في الناس ما يقاتلون ما يقتل بعض بعضا لكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم و كان المشركون يتلاعبون بهذه الأشهر و لذلك قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر النسيء هو التأخير فكانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم الأشهر الحرم و الأشهر الحرم هذه طبعا فيها أحكام كثيرة خاصة فيما يتعلق بالحج بارك الله فيك